في العراق تبنى تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه تبنى تفجير سيارة مفخخة بمنطقة الأمين بشمال العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين من جانبها تمكنت القوات العراقية مدعومة بضربات جوية يشنها التحالف الدولية تمكنت من استعادة بعض المناطق التي سقطت بيد المسلحين خلال الأشهر الماضية لسيما في محيط بغداد وإلى الشمال منها إلا أن التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق ومدن رئيسية أبرزها المسل والرماضي